في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود لتحقيق تهديئة قبل دخول الشهر الرمضان كشف مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات بين حركة حماس وكذلك إسرائيل وقال المصدر أن المفاوضات التي تجرى حاليا في قطر تبحث في التفاصيل الدقيقة لإنجاز الصفقة خلال الأيام المقبلة رغم بعض العقبات وأشار المصدر إلى أن النقاط التي يتم البحث فيها أهلان تتعلق بتحديد أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحيهم وكذلك أسماء المحتجزين الإسرائيليين وحول ما نشر مؤخرا عن الاتفاق كأطلاق عشرة معتقلين فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي قال المصدر أن الأمر ما زال قيد البحث ومن الممكن لهذا العدد أن يزيد أو يقل بحسب اسم المعتقل الفلسطيني والمدة التي يمضيها في السجن وبشأن تشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ورفضه إطلاق سراحي معتقلين فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية إلى منازلهم في الضفة الغربية وطلح خيار أبعادهم إلى قطر قال المصدر أن حماس ترفض فكرة الأبعاد حتى الآن وأضاف أنه لا يعتقد أنها ستوافق عليها لكن بالنهاية ستكون هناك حلول لكل القضايا التي لا تزال عالقة وتوقع المصدر إنجاز الصفقة قبل حلول شهر رمضان مع هدة تمتد لمدة ستة أسابيع على أن يتخلى لها استمرار المفاوضات وتؤدي إلى مزيد من التفاهمات وأطلاق بقية المحتجزين الإسرائيليين بالإضافة إلى المفاوضات الفنية التي تجرى في قطر فمن المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي لحقا إلى القاهرة للبحث في مزيد من القضايا الأساسية في الصفقة ومراحلها اللحقة قال مصدر كبير مطلع على صفقة باريس حركة حماس تلقت مسودة مقترح تضمن وقفا للعمليات العسكرية ومبادلة معتقلين فلسطينيين براهان إسرائيليين وبحسب المصدر تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق وفقا لمسودة المقترح لمدة أربعين يوما ويكون إجمالي نسبة المبادلة المبادلة المعتقلين بالراهان عشر إلى واحد الخارجية القطرية قالت أن دوحة متفائلة بنتيجة الوساطة بين إسرائيل وحماس وأضافت أن الجهود مستمرة على الأصعد كافة لكن لا يوجد شيء جديد يمكن إعلانه حاليا مشيرة إلى أن زيارة أمير قطر لفرنسا ليست مرتبطة بجهود الوساطة أما الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان وضاف أن حماس تدرس مسودة المقترح فيما اعتبر قيادي في حركة حماس قال إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف الحرب في غزة سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر